المناقشة تآخر التطورات والانتخابات في تركيا ينضم لنا من إسطنبولا ناب السابق عن حزب العدالة والتنمية رسول توسون معي من إسطنبولا أيضا عضو حزب الشعب الجمهوري جوادقوك مرحبا بكما شكرا جزيلا لتلبية الدعوة أستاذ توسون أبدأ معك هل مطالب أوغان مستحيلة التحقيق معقول؟ سيد سينان أوغان يركز على نقطتين هامتين النقطة الأولى هو التضامن والتعاون مع الإرهاب والإرهابيين والنقطة الثانية هي نقطة الهجرة اللاجئين السوريين أو الأجانب بشكل عام فإذا قدم سينان أوغان هذه الشروط لكل من المرشحين سيجد أن الرئيس أردوغان هو أقرب للقبول بهذه الشروط والشروط الأخرى أما بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري أو لنقول سيد كامال قلشترول معروف أنه وعد بالحرية لرئيس حزب الشعوب الدموقراطي الذي حكم عليه بالسجن من تأييده للإرهاب وكذلك لعلاقته مع تنظيم فتو الإرهابي والأخ سينان أوغان وهو زمين أيضا وهو يكره التنظيمات الإرهابية كل من بككا وفتو فلذلك نعم سيد سينان أوغان أصبح مفتاحا للجولة الثانية لكن نحن نعرف وندرك تماما لدراك أن الأخ سيد سينان أوغان لا يهيمن على أصوات الناخبين بصالحه كلهم فلذلك نعم سنرى في الأيام المقبلة اللقاءات بين أوغان وبين المرشحين فسنرى والآن لصة بدري أن نتحدث عن اتجاه أو عن تمايل سيد سينان أوغان طيب تفضل هل بالفعل من المبكر برأيك الحديث عن هذا يا أستاذ جواد كما يقول أستاذ طوسون هل تخالفه الرأي هل تتفق معه الآن ومن الذي يملك الشجاع اليوم لأن يميل أكثر إلى أوغان تحية لك وأستاذ طوسون لمشاهدين الكرام أولا كما قال هو يعني ليس مسيطرا على كل أصوات الناخبين لكن بشكل أو آخر يمكننا أن نقول هناك مشكلة كبيرة بين سينان أوغان وبين تحالف الجمهور يعني ما يمثله الرئيس أردوغان لماذا؟ لأن سينان أوغان هو طبعا من مدينتي ومن أقرب من القريبين لي جدا هو منشق عن حزب الحركة القومية واليوم نشروا أخبار عن كواليس أنه كل مقترحات التي اقترحه الرئيس أردوغان إلى دولة بقشلي حليفه بالنسبة إلى قبول سينان أوغان دولة بقشلي رفضه جملة وتفصيلا لأنه هناك منافسة بين دولة بقشلي وبين سينان أوغان حول الرئاسة للقوميين في كل تركيا ولهذا السبب هناك خلافات دائمة موجودة سينان أوغان كان في حزب حزب الحركة القومية لدولة بقشلي كما يعرف أستاذ طوسون ثم تردوه من الحزب طيب يعني هذا كله أعتقد كله كله كلام جانبي سامح لي يا سيد جواد اليوم الرجل يبدو أنه بيضة القبان ما يطرح الرجل ويقول لك بأنه أود أن أقوم بإلغاء الكينات السياسية من المشهد الكردي وقضية اللاجئين وقضية الفائدة قل لي عن هؤلاء الثلاثة نقاط الرئيسية اليوم هل كلا المتنافسين اليوم على الساحة السياسية في قضية انتخابات الرئاسة ألا يتفقان في هذه الجوانب أصلا لماذا هم بحاجة لأن يميلوا إلى الرجل بما يطرحه وهم من الأشخاص الذين لم أو من الجهات السياسية في المشهد أو الكينات السياسية في المشهد السياسي التركي لم يتحالفوا مع الأكراد وبالإضافة إلى أنهم يتفقون في قضية اللاجئين سواء كان الرئيس ولا المعارضة طبعاً أيديولوجياً هو سينان أغان أقرب إلى تحالف الجمهور لكن بالنسبة إلى الظروف الموجودة الحالية هو أقرب إلى كمال كدشتار أغلو وحزب الشعب الجمهوري والتحالف الأمة ولهذا السبب يمكن أن يختار كمال كدشتار أغلو التحالف معه أقرب إلى الاحتمال الكبير لكن هنا نقطة مهمة أن السينان أغان ممكن أن يقول أنه على أتباع أحرار على أي جهة من الجهتين يمكنكم أن تصفتوا لأنه هو حساباته للمستقبل لمستقبل سياستي ولهذا السبب هو ممكن أن يترك أتباعه إلى أي جهة يصفتوا يبدو أن القضية هناك من يشبهها اليوم ويقارن المشهد السياسي ببزار سوق أحمد يبدأ بسعر عالي ومن ثم تنتهي القضية بسعر مختلف تماما ما هو هدف أغان الرئيسي اليوم من هذا الطرح برأيك؟ سيدي الانتخابات المقبلة الجولة الثانية لن تكون بالحصول على خمسين زائد واحد فاللي يحصل على الأكثرية فهو سيعتبر قد انتخب رئيسا للجمهورية فلذلك الرئيس أردوغان في الجولة الأولى تقدم خمسة نقاط خمسة في المئة لمنافسه السيد كامال قريشترولو وسينانوغان يعرف هذا وهو كما تفضل الأخ جواد كوك هو نعم منشق من حزب الحركة القومية لكنه عاد إلى حزبه بقرار قضائي لكن حزبه لم يقبل للتنافس بينه وبين زعيم حركة القومية لكن الرجل سينانوغان هو رجل خبير وعنده تجربة ما هو سعر الرجل يا سيدي ما يطرح اليوم هذا سقف تفاوضي عالي هل هذا حقيقة ما يريده الرجل؟ نعم فهو ينتمي إلى المعسكر اليميني في تركيا وبالأخص إلى المعسكر القومي وله مستقبل في جماعته القومية لذلك لن يفضل الميل إلى سيد كامال قريشترولو الذي هو يقود حلف الشعب تحالف الشعب وهو رجل يساري ولا يمكن التفاهم بينه وبين سينانوغان نقطة والنقطة الأخرى الذي مال إلى حزب الشعب الجمهوري من القوميين واليمينيين لا عبرة لهم فإذا هو إن حاز إلى حزب الشعب الجمهوري ستنتهي حياته السياسية فلذلك أنا أرى أنه قد لا يفضل لا التحالف الجمهور ولا الأمة قد يحرر الناخبين قد يبقى محايدا فهذا يكون لصالحه أما إذا اقترب من سيد كامال قريشترولو حياته السياسية تنتهي فهو مدرك بهذه الحقيقة هل لن تتغير خريطة التحالفات السياسية إن لم يحرر الناخبين يا أستاذ جواد سيد أغان لم يحرر الناخبين باختصار أرجوك أعطيني دقيقة في هذه الجابة أنا لا أظن أن تكون هناك تغيير أن يكون تغيير في المعادلة السياسية وفي نسب الأصوات في الانتخابات الجولة الثانية بالنتيجة ليس ضامنا لأي جهة من الجهات طبعا الرئيس أردوغان هو أقرب إلى الفوز لأنه أكثرية البرلمان أشارت أنه في الانتخابات الرئاسية أيضا في الجولة الثانية ما دام المعارضة لا تقدم برامج اقتصادية شاملة جيدة مقنعة بشخصيات قوية لا يقدرون أن يصلون إلى النتيجة مطلوبة في الانتخابات التركية هل تلاقي الأسوات الصادرة من الاتحاد الأوروبي بعملية انتقاد العملية الانتخابية أو بانتقاد العملية الانتخابية بأنها لم تكن شفافة بالكامل اليوم هل تلاقي ترحيبا هل يتم تداول هذا في الأوساط التركية اليوم ومن الذي يرحب بذلك أستاذ جوك بالنتيجة هناك إشكالات على لجنة العليا الانتخاب دائما موجودة يعني بالنتيجة يتحركون ما يشبه بمؤسسة حكومية مع الأسف الشديد إشكالات واردة اليوم نشروا كثير من الصور تختلف الأصوات الخارجة من صناديق الاقتراع مع ما ينعكس إلى تقارير لجنة العليا للانتخابات ولهذا السبب كانت هناك إشكالات إشكالات ترحته المعارضة وطبعا لا يغير بالنتيجة إشكالات في عدة صناديق لا ينفع على المعارضة أن يتمسك بصناديق الاقتراع كيف أتباع حزب الحاكم يعني يقولون هذه دعوة مقدسة إسلامية فيتمسكون بصناديق الاقتراع وهذه القضية لانتخابات على المعارضة أن يتمسك لتحقيق الفوز في الانتخابات طيب ما هي أوجه القصور التي بحاجة إلى تحسين موجود نظرك أستاذ توسون أين هي نقاط التقصير في هذه الانتخابات أو الجولة الأولى الآن التي كان يجب الانتباه إليها باختصار أرجوك أيضا في الحقيقة أنا أقدم أقدم وأهني الشعب التركي على نضجه الديمقراطي الذي شاهدناه في اليوم الأحد الماضي فلم يكن هناك لم يحدث أي حادث مؤسف وكانت المشاركة 88% هذه تعتبر رقم قياسي في العالم فبالنسبة للتقصير فأخي الكريم منذ سنة 1950 الانتخابات التركية انتخابات نزيهة وإن كانت هناك إشكالات في بعض لجان الانتخابات إلا أن الحزب إذا كان هو نسق الأمر بشكل جيد لا يمكن التلاعب على الأصبات لأن في كل صندوق الإقتراء يوجد ممثلون لكل الأحساب وفي كل لجنة الانتخابات في الولايات وفي مقر التركية أيضا ممثلون لكل الأحساب فإذا كانت هناك إشكالية فلكل حزب عليه له أن يطعن والتعونات موجودة وكما قال الأخ جوات هذه التعونات على أرقام بسيطة لا تؤثر على نتائج الانتخابات لكن للأسف الشديد المعارضة دوما كان يناقش شرعية المؤسسات التركية بما فيها لجنة الانتخابات العليا لو كان لو تسمح ما رأيك بأن هذه الإشكاليات البسيطة هل تعتقد أن هذا تؤثر على شكل الجولة الثانية أم لا الجولة الثانية كما قلت إذا كانت المؤارضة استطاعت أن تضع على كل صندوق ممثل ويأخذ السجل للموقع من قبل الأعضاء في اللجنة لا يمكن التلاعب أبدا في الأصفات حتى بعد انتهاء بعد إعلان النتائج الرسمية ربما القاضي يحكم ببطلانها إذا جاءت المؤارضة أو أي واحد من الأحساب بأدلة صحيحة فلذلك ليست هناك إشكالية على الانتخابات في تركيا أي كان فائز فيجب أن نحترم على الإرادة الشعبية شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا من إستنبول بسبق الحزب العدالة وتنمية رسول توسون ومن إستنبول أيضا عضو حزب الشعب الجمهوري جوادقوك شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم